السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي أول حلقة بسلسلة شيقة إن شاء الله هنسافر فيها في أرجاء الكون المرء وما وراء الكون المرء لنكتشف فيها آخر ما توصل إليه علم الإنسان في بحثه المستمر عن أصل الكون وكيف بدأ وإلى أين يسير رحلة حفزها فضول الإنسان وشغفه الدائم بالمعرفة واكتشاف كل ما هو غامض فهيا نبدأ بسم الله في حياة الإنسان على الأرض بنتعامل مع جزء أو نطاق صغير جدا من الكون أصبحنا متعودين عليه وتأقلمت عليه حول السنة يعني المناظر اللي بنشوفها كل يوم النباتات اللي حوالينا الجبال، البحار، السحاب وغيرها يعني النطاق من عشر ملي متر هو أصغر حاجة نشوفها بالعين المجردة إلى أعلى جبل على وجه الكرة الأرضية جبل إفرست طبعا إحنا نقدر نشوف حاجات أكبر وأبعد زي الأمر مثلا ولكن حوال السنة لا تستطيع أنها تقدر المسافة إلى القمر إحنا بنشوفه بس عشان هو كبير جدا ولكن في الحقيقة هو كمان بعيد جدا خارج حدود إحساسنا بالمسافة تعالوا دلوقتي نطلع في رحلة في الكون خارج حدود حوال السنة البشرية وفي نفس الوقت نحاول نقرب مشاهدتنا لشيء نقدر نتخيله قدر ما نستطيع لأن بدون هذا التقريب تتحول مشاهدتنا إلى أرقام بدون روح وقد نغفل عما فيها من عذات أول محطة هي الشمس أقرب نجملينا والتي جعلها الله مصدر كل طاقة على كوكبنا كم تبعد الشمس عن الأرض؟ حوالي 148 مليون و570 ألف كيلو متر ده رقم صحيح كبير بس إحنا مش حاسين به تعالوا نشوف طريقة تقربوا لينا طيب كم يبلغ محيط كوكب الأرض؟ حوالي 40 ألف كيلو متر يعني المسافة من الأرض إلى الشمس تساوي مسافة السفر حول الأرض متكررة 3700 مرة متخيلين هذلوقتي؟ يعني لو ركبين طيارة تقدر تلف حوالين الكرة الأرضية في يوم واحد كده تبقى سرعتها حوالي مرة و3 سرعة الصوت هنحتاج 3700 يوم علشان نوصل بنفس الطيارة للشمس يعني حوالي 10 سنين سفر متواصل ودي بس المسافة من كوكب الأرض إلى الشمس ما تكلمناش عن قطر النظام الشمسي كله والذي يبلغ 287 مليار 460 مليون كيلو متر يعني 1900 مرة المسافة من الأرض إلى الشمس يعني بنفس الطيارة الأسرع من الصوت بتاعتنا هنحتاج 19000 سنة عشان نعبر النظام الشمسي من طرف إلى طرف الكلام ده مش نافع احنا عايزين حاجة أسرع نقدر نوصف بيها المسافات ايه 19000 سنة دي؟ كده خرجنا بر حدود إحساسنا بالزمن ايه رأيكم ناخد أسرع شيء نعرفه في الكون حسب النظرية النسبية لأينشتاين سرعة الضوء هي أعلى سرعة يمكن أن يتحرك بها أي شيء خلال الكون وتبلغ 300 ألف كيلو متر في الثانية الوحدة سرعة جبارة طيارتنا اللي استعملناها من شوية سرعتها 462 متر في الثانية ما حصلتش كيلو متر واحد في الثانية يعني الضوء أسرع منها ب 650 ألف مرة تمام كده نكون جبنا من الآخر ويلا بينا نستعمل سرعة الضوء دي في حساب المسافات ونشوف هتوصلنا لفين الفيديو ده محاكاة لسرعة الضوء وحركته أولا حول الأرض يستطيع الضوء الدوران سبعة ونص مرة في الثانية الوحدة حول الأرض وهي سرعة لا بأس بها هنا المحاكاة لسرعة الضوء بين الأرض والأمر الضوء يحتاج حوالي سنة وربع ليصل من الأرض للقمر سريع ولكن كرة تنس الطولة تبدو وكأنها أسرع في المحاكاة الثالثة يتحرك الضوء من كوكب الأرض مارا بالقمر متجها إلى كوكب المريخ لحظوا هنا أن الأمر أصبح نقطة صغيرة جدا قريبة من كوكب الأرض بسبب أن المسافة إلى كوكب المريخ كبيرة جدا بالنسبة للمسافة بين كوكب الأرض والقمر يحتاج الضوء في هذه الرحلة إلى ثلاث دقائق وثانيتين للوصول إلى كوكب المريخ في المحاكاة الرابعة يتحرك الضوء من الشمس إلى كوكب الأرض مارا بكوكب عطارد والزهرة رحلة تبدو بطيئة جدا وتستغرق حوالي 8 دقائق و17 ثانية للوصول من الشمس إلى الأرض عندما نجلس في الصباح لنستمتأ بفنجان القهوة وبعض الخبز المحمص وننظر إلى أشعة الشمس فإنما نراه ليس صورة الشمس الآن بل صورتها منذ ثمان دقائق مضت أي عندما وضعنا الخبز في المحمص الخطوة الثانية في رحلتنا هتكون برى النظام الشمسي هنسافر لأقرب نجم لينا بروكسيما شينتوري وحواليه كوكب اسمه بروكسيما بي النجم ده يسمى بالقزم الأحمر وده نوع من النجوم منتشر كتير في مجرد ضرب التبانة بروكسيما شينتوري كتلته تبلغ تمن كتلة الشمس والكوكب اللي بيلف حواليه بروكسيما بي بيلف في نطاق متعلم بالأخضر وده معناه أنه ممكن يكون فيه احتمال تواجد للماء على هذا الكوكب الكوكب ده بيتم دورة كاملة حول بروكسيما شينتوري في 11 يوم وخمس يبعد بروكسيما شينتوري عن النظام الشمسي مسافة أربع سنوات ضوئية وربعة ملاحظين الفرق ما بين الثمن دقايق اللي كانت بين الأرض والشمس وهنا المسافة أربع سنين وربعة وده يدينا إحساس عن مدى اتساع المسافة ما بين النجوم النظام الشمسي هو نظام مزدحم مخارنة بالمسافة بينه وبين أقرب نجم فحلقتنا اليوم شفنا إزاي الضوء وهو الملك المتوج على السرعات في الوجود بيتضاءل أمام كبر المسافات في الكون القريب منه وإنه إن كان يبدو سريعا على الأرض في مقياس حوالسنة فنقول مثلا أسرع من الضوء أو أسرع من البرق للدلالة على السرعة الخاطفة إلا أن سرعة الضوء تتنازل عن عرشها أمام المسافات إلى أقرب النجوم إلينا فتحتاج إلى أكثر من أربع سنوات للوصول إليه يترى إلى أي مدى يمتد هذا الكون بنجومه وأجرامه التي نعجز حتى عن عدها هل توصل الإنسان لمعرفة حجم هذا الكون؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستكون في حلقتنا القادمة إن شاء الله والتي سنرى فيها من عجائب الكون ما يستحقه متابعتكم شكرا على المشاهدة ونراكم الحلقة القادمة إن شاء الله السلام عليكم